اشتركوا في القناة بالمناطق الغربية توقعاتنا لتقصد ليلة تقصف على أغلب المناطق ريح من القطع الشمالي بشمال ومن القطع الشرقي بالوسط وبالجنوب سرعتها من 10 إلى 30 كم في الساعة ضعيفة فمعتدلة وبالنسبة توقعاتنا لتقصد وصحوب قليلة على أغلب الجهيات تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعادية تكون مصحوبها بأمطار محليا تشمل الجهيات الشرقية والبحر قليل اضطراب فمطارب المشوف القناة تفصيلية درجة حرارة لمدن التونسية نيبل 34 قليبة 30 درجة بنزار 33 زاغوين 37 تبرقة 29 درجة بجا 36 جندوب 37 درجة الكيف 35 مع ظهور خلايا رعادية تيلة 37 وفي القيروين درجة الحرارة قد تصل لمستوية 39 درجة مع ظهور خلايا رعادية في جهة الساحل سوسة 34 منسية 33 مهدية 37 درجة وفي جزر قرق ناسيق درجة حرارة في حدود 34 سيدي بوزيد 37 والقسرين كذلك 37 درجة مدن الجنوب الغربي قفصة 41 قبصة 34 تزر قد تصعد لمستوية 45 درجة مع ظهور الشيلي وفي قبيل درجة الحرارة في حدود 42 وبالنسبة لمدن الجنوب الشرقي درجة الحرارة في جزيرة جربة في حدود 36 درجة مدنين وتطوين درجة الحرارة في حدود 40 درجة بالنسبة للملاحة وصيد البحر الرياح على كامل الشريط الساحلي شمالية غربية مع عدى خليج قبص تكون شمالية غربية ثم تتجه شمالية شرقية وفي منطقة سيرات وخليج تونس البحر قليل اضطراب فمضطرب وسرعة الرياح من 5 إلى 15 في حدود 20 عقبة وفي قليج الحمامات ومنطقة الشباب البحر يكون متموج يصبح مضطرب وسرعة الرياح من 5 إلى 15 محلين من 15 فتوصل 25 عقبة وفي خليج جيبس الرياح تكون من 5 إلى 15 تتقوى من 15 إلى 20 عقبة والبحر مضطرب فقليل اضطراب نرى في قراءة التفصيلية توقعاتنا لدرجة الحرارة لبعض مدرنا العربية والعواصم الأوروبين وقشة 31 دربيدة 31 تقصى في فجازير 31 درجة ترابلس 33 درجة وفي الخرطون درجة الحرارة في حدود 36 القهرة تقصى مشمس في حدود 39 درجة وبالنسبة للبقاع المقدسة درجة الحرارة في المدينة المنورة 34 مكة المكرمة 39 ودوحة درجة الحرارة في حدود 37 بوظبي 39 مسقط درجة الحرارة في حدود 30 درجة الكويت 40 وفي بغضية درجة الحرارة في حدود 49 القدس الشريف 32 بيو 30 دمشق 39 اسطنبول درجة الحرارة في حدود 30 درجة وبالنسبة لأوروبا درجة الحرارة في روما إن شاء الله تكون في حدود 34 درجة فيينا 28 مارسيليا 31 جوليف 33 باريس 29 درجة برلين 26 درجة مستردام 22 بروكسيل 24 درجة لندن 26 درجة مدريد 38 درجة تقصى مغيم جزئين ولشبونة درجة الحرارة في حدود 33 درجة بالنسبة لتطور الوضع الجويخي للأيام القليلة القادمة يوم الثلاثين بحر قليل اضطرابة بشمال ومتموش بقية سويحة الشرقية والريح من القطاع الشمالي بشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب ودرجات الحرارة في انخفاضها تفيف بالنسبة ليوم الاربعال بحر قليل اضطراب على كامل الشريط السحر والريح من القطاع الشرقي والحرارة في استقرار أوقات الشروق والغروب وانشار للشروق يكون في تمام الساعة الخامسة واربع وعشرين دقيقة والغروب في تمام الساعة السابعة وستة وعشرين دقيقة لمزيد المعلومات وطرق التواصل والاتصال بمعهد الوطن الرزد الجوي على صفحة الويب دوب الفيديو في بواميتيو بوانتيين تدفع لتتواصل معهم على صفحة الفيسبوك والموزع صوتي أوقات سريط لمدينة تونس ومجولها ستصبح انشار تكون في تمام الساعة أثير ثوتيثة واربين دقيقة الظهر منتصف النهار 30 دقيقة والعصر في تمام الساعة الرابعة واربع عشرين دقيقة المغرب الساعة السابعة واثمانية وعشرين دقيقة ولا يشايف في تمام الساعة التسعة وسبعة دقائق قدومتم أوفية للوطني الأولى ولليتكم زين الناس للكل